هو ده يعني أيضا نهاردة كان عندنا مباراتين في كأس مصر هتبدأوا بمبارات فارك ولكن هتبدأوا بمبارات فويتشر هتاخدوا مباراتي الأول ناخد فويتشر كسب طلاعي الأسطول والله بحقي طلاعي الأسطول لأنه طلاعي الأسطول فريق صغير كده جديد جميل وبيلعب فويتشر فويتشر وصيف بطل الدوري العام ولعب في إفريقيا من البداية خالص كان مروان محسن بيبدأ بهدف من بدري بدري في الديئة التانية مراوان محسن عمل هاترك النهاردة تسجل الهدف الاول لفريق نادي فيوتشر خلص المباراة بدري انت عارف ان بتجيب فرقة صغيرة وتجي بدري بدري ففي الديئة التانية بتقوم جاي جاي بجون وفي الديئة الخامسة كمان مراوان محسن تاني وبراسه لكنه انا مبسوط انه مراوان محسن عاد اكتشاف نفسه الحقيقة تسجل الهدف التاني في الديئة الخامسة من اللقاء ما اكتفاش كمان مراوان بكده ثم ضربة جزاء في الديئة ضرب جزاء صحيحة بنسبة 100% حكم السيد منير كان هايل لنهار دراء المباراة لكن عمل مباراة كويسة ومراوان بيسجل الهدف التالت في الديئة 37 ومع بداية الشوت التاني كمان في الديئة 55 كان فيوتشر بينهي على المباراة تماما هام الهدف التاني كانت انتهت لكنه ادي طهة والعرضية ثم ايمن السفاقسي والهدف الرابع في الديئة 55 يحسب جدا لفريق طلاع القسطول حياة طبعا شكلهم حلو ولبسهم جميل انه حاولوا وانه اكتهدوا وانه في الديئة 70 عمر احمد عطيته سجل هدف فرقته وبقت النتيجة 4-1 وهدف غالي يعني النهاردة لعب طرق طهة ولعب عبدالله ياسين ولعب علي زعزع يعني ده محمد عبدالسلام فيه ناس خدت فرصة ولما اطمأن للنتيجة كمان اشرك احمد عطف وحمد الله على سلامة عمر كمال ده كان يميني جدا عمر كمال عبدالواحد اللعب شوية في اللقاء ده كان مهم بس خلينا اقول لكم تشكيل الطلاع على القسطول لانه اممكن اسمهم مش هيتذكر في التلفزيون كتير مرسي السيد واحمد فاتحي وزياد احمد وطرق الشملاوي واحمد جابر ومحمد علي دونجا وعمر عطيته اسلام فاتحي واحمد شعبان محمود مجد الشراب خالد سعيد فليكس واللي نزل في الشوت التاني واقل عصان بهيج بس ده مش ابن الكابتن عصان بهيج ويوسف احمد واحمد رمضان الحوت وعبدالرحمن عبدالمعز ومونير محمود مباراة اضارها بكفاءة سيد مونير ومجد الصنباطي واحمد طرق موسى وشريف حسن تعرفين مفيش ظهر في هذا الدور في كأس مصر المباراة الثانية كانت مباراة شوية اتصعبت على فريق فاركو وحاول وجهت فريق الاتصالات يعني لكنه احمد شريف خطف الهدف في الديها اربعة وعشرين وحافظ عليه نادي فاركو واضع اكتر من فرصة بس الاتصالات كمان الشوت التاني اقترب تماما من مرمى فريق نادي فاركو لكنه لم ينجح في ادراك التعادل ده الهدف بص الهدف يعني انت ابني من تحت زي ما انت عايز بس مرر صح يعني مرر صح هنا هون تمرير الغلط الضغط الانفراد الهدف الاوحد في اللقاء تقريبا لعب شبه فريق كاميرا النهاردة كابتن طر العشري مباراة ايضا اضارها الحكم ابو بكر عبدالحي وعمل مباراة كويسة في حكم كتير كويسين والله ظهروا في البطولة ومعها احمد عبدالسميع واحمد الشريف والرابع كان اهاب احمد برضه اول تشكيلة المصالات الصلاة حمد اشرف ومحمد عزة ومحمد مسعود واحمد بحبح وحسام احمد وياسر زحلق وفصل غريب عبدالرحمن بودي واحمد بندق ومحمد بهاء ومحمد حنبوزه في اسماء لذيذة يعني حنبوزه وزحلق وبندق يعني في اسماء لذيذة وفي اللي احتراطي كمان يعني ما كانش نقصك حاجة يعني كان فيه كفتة احمد كفتة نزل ومروان شهين يعني طلع بندق ونزل كفتة وطلع زحلق ونزل شهين وطلع حنبوزه ونزل اوشه وطلع حسام احمد ونزل احمد بطوت يعني كله في الجميل يعني والمهم ان فارقه صعد وده كان ما يهم فريقه وما يهم جمهوره وصعد الى الدور التالي عشان يواجه نادي الزمالك في الدور الستاشر لمسابقة كأس مصر اعزائي المشاهدين كده المباريات القادمة في كأس مصر هتبقى هتالي المجموعة كدتالي المجموعة الاولى شبه ظهرت يعني الزمالك مع فارقه وسيراميكا مع المؤلون العرب والكسبان يلعب الكسبان البنك الاهلي هنتظر الفائز من طلع الجيش والشرعية والاتحاد سكندري هنتظر الفائز من برامد زورايا والكسبان يلعب الكسبان لسه مباراة الاهلي ومنتخب السويس لم يتبه بأسرارها حتى الان الدخلية الفائز من الاهلي والسويس هلعب الدخلية المصري فاز على بطرول اسيوت حينتظر الفائز من حرس الحدود وغزل المحلة والفائز من اسماعيل والنجوم هلعب سموحة وامبي هلعب فيوتشر ظهرت الرؤية تماما بالنسبة لمسابقة كأس مصر ودايما السكة في الاخر بتوصل لان الاهلي يصل الفائنل والزمالك يوصل الفائنل اذا كمله يعني طبعا احيانا كتيرا بيخرجوا يعني زي ما حصل في الكاس اللي فات وبرامد زي صعد الى نهاية الكاس لكن انا حفضل احلم بيوم انه قرعة الكاس ما تبقاش موجهة حفضل احلم بهذا اليوم يعني لانه ما فيش قرعة موجهة اللي عندنا في مصر برضو انا شايف انه ده مش عادل الكاس ده انت وبختك تلعب فريق درجة تلتة تلعب فريق درجة ربعة تقول لي ما الاهلي بيلعب السويس اه والزمالك بيلعب بروكسي اه بس خليت قصة كلها القرعة ما تحطرش الاهلي والزمالك وبرامد زي فيتشر وا 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 لوحدهم ودولوا وحدهم لا خلطبيطة ان شاء الله الرايا يلعب بروكسي واللايفر ايه منهم في ربع النهاية وفي نص النهاية وابخته ايه المشكلة يعني ما فيش مشاكل يعني الاهلي لعب الزمالك في دولة 32 ملعب ايه المشكل يبقى نهائي اه مبكر يعني ده كل ما يخص مصابقة كأس مصرع زي المشاهدين والمتابعين